موسيقى إذن نحن بهالأيام هاي ممكن كتير نعاني من ضغوطات الحياة ولكن كيف بدنا نخفف من هالضغوطات يمكن صعب نخفف نقدر نتحكم بحالنا اليوم رح يكون معنا المدرب خالد قعوار المدرب الإداري لحتى نحكي عن إدارة الضغوطات صباح الخير وحيد نور وأهلا وسهلا فيك خليكي أهلا أهلا وسهلا فيك دكتور يعني إحنا قدي بحاجة لإدارة الضغط يعني قد ما إحنا بحاجة لإدارة أعمالنا وإدارة حياتنا يمكن أهم إشي هلأ عم يتحكم بحياتنا مع الأوضاع يمكن الاقتصادية المادية حتى السياسية اللي عم نمرأ فيها كل إنسان بحاجة لأنه يدير ضغطه ويقدر يتحكم فيه كتير منيح ففي بداية حديثنا نحكي لنا إيش هي أنواع الضغوطات أنواع الضغوطات كثيرة إحنا عنا ضغط العمل عنا ضغط العائلة عنا ضغط الأقبار اللي عم نسمحها كل يوم على التلفزيون أو من نقرأها بالجريدة أو على السوشيال ميديا عنا ضغوطات مالية عنا ضغوطات نفسية فالضغوطات هاي كلها بتشكل نوع من الضغط الكبير علينا ممكن إنه يحبطنا في حياتنا وهذا إذا متحكم فيها بيكون أحسن هل نستطيع أن نمنع الضغط؟ لا الضغط ما مقدر نمنعه أكيد لا وما بدنا أصلا نمنعه لأنه الضغط بشكل أنه حافز عشان نوصل لأهدافنا اللي بدنا إياها إذا ما في قوة دفع ما في وصول الله حلو لكن أنا بدي أتحكم بالضغط بحيث إنه ما يكون سلبي ويكون إيجابي ما يكون سلبي لأنه التحكم فيه ما بيخليه يتحكم فيه أتحكم فيه أنا قبل ما يتحكم فيه بدلا ما يتحكم فيه هو ويخليه يسيرني في حياتي أنا بيتحكم فيه وبستعمله قوة دافئة حتى أوصل لأهدافي الضغط الإيجابي هو الضغط اللي بيخليك نتحفزي أو بتخلي الإنساني تحفز اني اوصل لهدفه. الضغط السلبي قد يكون كثير. الضغط الكثير بيكون سلبي. لان الضغط الكثير بيحبطني. اذا انا ما بقدر اوصل الهدف ومستحيل ان اوصله بنحب. احبط. والضغط الاليل كنفس الشي. ما بيخليني اوصل. لان الضغط الاليل ما بيعطيني الحافز اني اوصل. مثل الشخص الفاضي ما عنده شي يسوي. اعطي شغلة يسويها بقولك بكرة بسويها بعد بكرة بسويها بعض الظهر بسويها بعد فاضي. عمر ما رح يسويه. لكن الشخص المشغول اللي عنده دايما مهمات يعملها. اعطيه مهمة بيجدولها على على وقته وبعملها. صح. بوصلها بنجزها لانه عليه ضغط. بس ضغط متحكم فيه. صح. صح. اذا احنا خلينا نذكر بسؤالنا التفاعل. يسألنا سؤال احنا استاذ خالد ببداية حلقتنا. عشان الناس يتواصلوا معنا. وقلنا هل بتعتقد انه تغيير نمط الحياة بخفف التوتر. تتواصلوا معنا او تفعلوا معنا عن طريق الابليكيشن اللي هو تطبيق رؤية. وادم نحب نشوف الكومنتز تبعونكم على فيسبوك. واليوم الاستاذ خالد غيوار رح يعطينا اكتر تفاصيل. وبنهاية الفقرة رح نشوف نسب الاجابة شو كانت عندنا. طيب. هلأ نحنا في ناس بيكون عندهم مثلا طموحات كتير عالية. فبيحط اهداف كتير كبيرة. تمام. هاي اللي بتحبطه يمكن. شو لازم يعمل. الهدف الكبير حلو. كل انسان عنده هدف لازم يكون عنده طموح. لو ما في طموح عند الانسان موصلة لها الدرجة من المدنية والحضارة. اها. لكن. الانسان لازم يقسم هدفه لأهداف صغيرة. اه. يقدر يوصلها في اوقاتها. وكل ما يحقق الهدف الصغير هذا والجزئي. يكافئ نفسه. اه. مثلا انا بدي ابدأ امشي بدي ابدأ امشي باليوم مثلا 30 كيلو. متر اروح امشي. انا بادرش امشي هون. صح. ولا واحد امه. انا بقدر. فاني شو بقول اول يوم بمشي 200 متر وبروح. تاني يوم بمشي 300 متر. اللي بعده بمشي نص كيلو. اللي بعده بمشي كيلو. اللي بعده بمشي اتنين. بتلاقيني اخر الشهر. مشيت التلاتين كيلو بدون ما اتعب. لاني عود جسمي. فانا قسمت هدفي الكبير. ابو 30 كيلو باليوم مشي. الى اهداف صغيرة. صح. سهل الوصول الها. وبتراكم الوصول الى الهدافها. بتراكم انجازها. بوصل الهدف الكبير. صح. يمكن شخص مثلا يكون حابب يكتب كتاب مثلا. اوكي انا بحب اكتب كتاب. ولكنه اذا انا ما بديته بلقيه كتير بعيد. فممكن اسمه لاجزاء صغيرة. وابلش خطوة خطوة. صح. وحبيت كيف انت ذكرتنا. لانه كافئ حالك. كل درجة بتاخدها او كل جسر بتقطعه. كافئ حالك باي طريقة. صح. بشغلات بسيطة جدا يعني. مش ضرورة تكون شغلات معقدة المكافأة. يعني احضر فيلم سينما. صح. اطلع مشوار. ايش. صح مظبوط. طب دكتور الضغوطات موجودة. وانت حكيت ان هي اريدي بحياتنا كل اياتنا الضغوطات موجودة. بس في اسباب او في امور بتزيد هاي الضغوطات علينا او احنا منزيدها. يعني بالعكس ما بتقل علينا. ايش الاشياء اللي بتزيد الضغوطات. اشياء كثيرة بس احنا مريد نقسمها لاربع تصنيفات. اربع تصنيف. اول تصنيف انه انا اكون بدي اكون مثالي. كل شي kw become a mettre. بالظبط. بالظبط. 100% بس في المئة صح. مش ضرورة. مش دامع بتسمحلك الحياة عمل هي. فيشششششي كامل اسلوهم. اختنأ. الكمال لله طبعا. اختنأ بالتسعة وتسعين في المئة اختنأ بالثمان وتسعين في المئة. حاول للمئة بس اختنأ بالثمان وتسعين. صح. لما تحصل على طمان وتسعين لا تجلد نفسك. لا تنتقد نفسك. صح. علشان ما تزيد الضغط علي نفسك. حتى ماということ meeting في ناس ما بقدرش يوصل للمية في المية مش كلنا قد رصل مية في المية التصريف الثاني أنه أنا بدي أسيطر على كل شيء الأمور اللي أنا بعملها بأسيطر عليها كله تحت السيطرة بسير بدي أعمل كل شيء بإيدي عشان أتأكد أنه نعمل صح سيطر عليه بدي أتلازم أتعلم كيف أعطي للآخرين مهمات يعملوها عني اللي هو مبدأ الدليجيش أو التفويض خاصة في العمل مش لازم أعمل كل شيء بإيدي في أنا عندي موظفين في عندي زملاء هم يعملوا يساعدوني مش هيب مش غلظة الواحد بتساعده أنا بقدرش عمل كل شيء ليس هناك إنسان على الأرض وصل لأي شيء وصل له عمله لحاله مين ما كان أدسا اللي عمل اللمبة ما كان يشطر لحاله كان فيه معه مساعدين كان عنده لاب كامل ما حدا بيصل لحاله التيم وارك اللي هو العمل الجماعي هو اللي بوصلنا للي بدنايا التصنيف الثالث القدرة بسير أقول أنا ما عندي القدرة أني أعمل هيك أنا قدراتي لا تتناسب مع حجم العمل اللي عندي هذا ضغط بخليني أحبط بينما لو أخدته بنظرة ثانية طيب أنا ما عندي القدرة أو ما عندي الموهبة أو ما عندي المهارة أني أوصل أني أعمل الشغل الفلانية بتعلمها ومش أيب التعليم من المهدي إلى اللحد أنا كل يوم بتعلم صح بروح بتعلم الشغلة ما بعرف إنجليزي بتعلم إنجليزي ما عرفش كمبيوتر بتعلم كمبيوتر بس الضغط لازم يكون بقدر إنه يخليني أروح أتعلم فما أشك بقدراتي بالعكس آمن بحالي وأطور حالي في نفس الوقت أعرفتي الشغل الرابعة واللي موجودة في مجتمعاتنا الشرقية إسعاد الناس أنا كتير بهتم إنه الحوالي يكونوا سعيدين ومبسوطين مني ولو مرات بأجي على حالي بس هذا أشيء حلوي أحس إنك أنت تحب إنه الكل حواليك يكون مبسوط يعني حلو بس مش أضغط نفسي مش أروح أتدين مش أنا أبين قدام الناس إني كريم آه هذا إشيء تاني ما أجي على صحتي علشان غير يكون مبسوط أنا كمان لازم أنام ولازم أرتاح ولازم أخذ دواء لازم أخذ أدوتي في مواعيدها لازم أكل بطريقة كويسة لازم أنام بطريقة كويسة حتى أخاف في الضغط عن حالي أما إذا بد أظلني همي إسعاد الناس بغض النظر عن سعادتي أنا مش كويسة لازم أنا أكون سعيد كمان نزال نحن بتنحرق هلأ كيف ما هي المشكلة شو بتسير إنه إحنا منحب نظل نعطي ومنستمتع بإسعاد الآخرين العطاء شيء العطاء شعور جميل جدا والمشكلة مرات ما منقدر نقول لا فمضل إحنا نعطي 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 وسإحنا عم ننحرق ما عم نعطي لحالنا شيء يريحنا بالمقابل كيف بنقدر نقول لا بطريقة لبقاء ما نزعل الناس اللي حولينا وما نضغط حالنا كمان نفس الوقت لازم نتعلم نقول لا بس كيف نقول لا بطريقة إيجابية صحيح ما في حدا مثلا أنا ما بحب أكثر ما بحب إنسان في الدنيا أكثر من أولادي وهذا طبيعي بين كل الناس صحيح ابني بده شغلي أنا ما قدرش الشهر هذا أجيب له إياها بقول له بابا ما عليش بفهم الولد أنا بجيب لك يا الشهر اللي جاي استنى عليه شوي الشهر هذا أنا ما بقدر الشهر اللي جاي بقدر إشرح يعني أعطي إشرح له أعطيه سبب أعطيه ليش أنت ما بتقدر مش لا لا بطريقة لبقاء بطريقة حلوة بطريقة تعطيه كمان ألترنتف تعطيه بدائل أخرى اللي يكون معك يساعدك فيها كمان صحيح حلو يعني إحنا كتير إحنا يمكن حتى الستات نستعملها إنه كتير بحب أساعدك مثلا بس شو رأيك إذا بقدر بكرة أو بعده لأنه اليوم أنا مضغوطة فكتير بحب أساعدك نبدأ بإشي إيجابي وأعطيك اختيار شو بناسبك هيك أنا ما حرقت حالي ما ظلمت حالي وما زعلت الشخص الأمامي بزر كتير طب دكتور طرق السيطرة على الضغط يعني كل إنسان فينا بحب يتعلم كمان كيف أنا إذا مضغوطة سواء اقتصاديا سواء حتى يمكن اجتماعيا أو أي نوع من أنواع الضغوطات أنا بدي أتعلم كيف أتحكم بالضغط الموجود عندي بدي أتحكم بالضغط الداخلي الضغط الخارجي أنا ما بقدر أتحكم فيه يعني الإشي اللي ما إلي علاقة فيه ما بقدر أتحكم فيه بس أنا بقدر أتحكم بالضغط الداخلي أنا بحطه على نفسي يعني مثلاً أول من أول أحلى الطرق والسهلة ورقيصة واللي بكلفش بل عشا يا الابتسامة آه هاي دائماً إحنا يعني نسعى إلها أجمل مقولة أنا سمحتها في حياتي الابتسامة في وجه أخيك صدقة صح صح لأنه ليش حكوها صدقة أدبهي لها مفعول اللي بيعطي باستفيد بريح حالي صح ولما إنتي بتشوف ابتسامتي إنتي كنا بتريحها برتاح صح الابتسامة إلها أكتر من رسالة أنا بقدر أعطيها لما بابتسم للإنسان اللي قدامي بعطيه رسالة إنه أنا أقبلك كما أنت حلو أنا أتفهمك أنا أتعاطف معك أنا مستعد إني أكون في جانبك هذا كل الرسائل الابتسامة بتعطيها في قصيدة إحنا أخدناها وإحنا صغار في المدرسة يعرفش أنت سب درسوه ولا لا إلي أبو ماضي إلي أبو ماضي اسمها ابتسم آخر بيت فيها بقول لك ابتسم ولو كان بينك ورد شبر الله فإنك بعد لن تتبسم ياه فرصتك تتبسم تتبسم هلأ صح هاي طريقة طريقة سهلة هاي أول طريقة طريقة الثانية إنه خليك شاكر صحيح يعني الصبح أشكر ربك إنه أعطاك يوم زيادة في عمرك صح الحمد لله وبصحة وعافية صحية الصبح صحتك منيحة بالضغط أشكر زوجتك إنها بتكون في خدمتك وبتطبخ لك وبتعمل وبتربي لك أولادك أشكر ابنك إنه ابنك أشكر مديرك لأنه بيساعدك في شغلك أشكر زميلك لأنه أعجنبك خليك شاكر لأنه فيه إحنا بسمعنا فيه قانون الجذب والإنجذاب أنا إذا بشكر الكون بعطينيك مو أكثر الله بعطيني أكثر إذا ما بشكر ما بيعطيني صح وإن شكرتم لأزيد أنكم وإن شكرتم لا يزيد أنكم وكثير مرات بدي أوقف شوية عند هاي النقطة أحيان كثير لما يكون الإنسان مضغوط إذا بقعد وبشكر ربي يصير عندي امتنان بتتغير نظرتي للأشياء اللي أنا بدي إياها لما تعدد أنت ممتن لشو صح لما تعدد يعني وتشكر ربك على النعم اللي عندك إياها وتعدد وتكون ممتن نظرتك لو الأمور بتتغير بتقول هل بالفعل أنا بدي هاي الشغلة يمكن فهاي هي أوكي تفضل إذا أول شيء الإبتسام دخلتين على شغلة ثانية شكر دخلتين على شغلة ثانية اللي هي الصلاة أو التأمل صح هلأ بتدخل ع كميسة بتدخل ع جامعة بتقعد لحالك بتسكر ببعب حالك بتصلي بتشكر ربك بتتأمل انت حر بس التأمل والصلاة بتسمو بروح الإنسان لفوق هذي أشياء روحية وبالتالي بتريحك نفسيا صح يعني لو أنت صليت مرة بالهار مرة مرة لحالك عادت هيك بس تأمل في الدمية انت كتير بعد الخمس داية والعشر داية هذول كتير أنت بترتاح نفسيا بتحس حالك برتاح أها الشغل الرابعة اللي ممكن نعملها أنه خلي محيطك الناس بتحبهم بسعدوك مهام مش دايما مثلا أنا جمب دايما بره المشاكل دايما اخناقات لأ مين بسعدني صديقي بطلع معهم مرة بالأسبوع أصدقائي أولادي الأقارب في كثير من أسألهم بالراحة بتحبهم بتحس بالراحة أنت بتحب الكل أنا متأكد بتحب كل أرايبك مش في مجموعة أنت بتحس براحة نفسية روح عندهم زورهم عزمهم عندك خليك محاط بناس بتحبهم اعمل مساج تدليك لعضلاتك من ناحية فيزيائية العضلة لما بترتاح بتعطي أكتر لما بترتاح العضلة بتعطي أكتر وبالتالي أنت بتحس حالك قادر على العمل أو قادر على العطاء أكتر هذا برايحك نفسيا أنك أنت قادر مش تعبان النوم نام منيح الله معطيك 24 ساعة باليوم منهم 8 ساعات نوم نام ستة 5 ساعة نام ستة سبعة بس لا تقوم لأنك لسة مكتفيتش نوم طب صح هو يتبكير لها فرق دور بالضغطات أنه أنا لما أصحبك كير بيكون نهاري غير اللي بصحهم ساعة 10 الـ 11 وبلش نهاره متأخر لها علاقة يمكن تستغربي أنه اللي بصحه بكير بيكون مرتاح رسيئة أكتر حلو نهار يبدأ بكير أهلا لأنه في الساعة 10 عميما تقوم للنوم وتغسل وجهك وتغسل حمى وتأخذ لك شاور مش عارف تطلع للساعة 11 ينهار راح عندي مليون شغلة أسويه بأنه فيه بكير بندغطة ها بقول لك هو أنا معي وقت بعمل برتاح بعمل بعمل شغله بسهولة صح ممكن أفطر براحتي أقعد براحتي بالضبط اه التنفس اه كتير مهم التنفس مهم احنا منعرف التنفس دائما نتنفس بس حتى من لحقش نوصله للمكان السح اه وعلى جهة واحدة الرئة ثلاثيت الأبعاد تتنفس بتلاث أبعاد برئتك رئة لتطلع لأدام هاي بعد وفي بعد هيك كمان وفي بعد هيك فكل ما انت أخذت أكسجين أكتر كل ما تغذى وأخذ جسمك وعقلك راحته حاشته صري من أكسجين وكان مرتاح حتى تفكيرك بيصير أمقى لما بتأخذ النفس شغلة ثانية اطلع امشي اعمل اكسر صعيز روح على الجيم اطلع امشي ولو بح ساعة حتى مش ضروري جيم ممكن تحت بيتي أروح أتمشي حوالي لأفرجة امشي بالشارع نص ساعة صار الجو حلو أصلا بالعكس بره أحسن الجيم لأن المشي بره بيقدها ونضيف صحيح صحيح إذن خلينا نشوف هلأ شو كانت نسب الإجابة أستاذ خالد بسؤالنا التفاعل اليوم سألنا هل ترى أنه تغيير نمط الحياة بخفف التوتر كانت نسب إجاباتكم كالتالي 90% قالوا نعم و10% قالوا لا أحب أسمع رأيك بالإجابة تغيير تغيير روتين أنا إذا بعملك نفس الشي كل يوم كل يوم كل يوم بصير ممل صحيح أنا لازم شانيك في يوم راحة بالدنيا في يومين حتى نحن بناخد يومين بناخد جمعة وسبب صحيح نظر اللي بتشوفها بعينك عقلك بياخد خبرات أكبر صحيح بيصير أحلى بتواصلك مع الناس صحيح مع عيلتك أنت بتشوفوا أولادك ومرتك آشو طابخة آشو عليكو دروس آشو عليكو بتحلالك كل يوم نفس الحكاة لكن لو مر طلع برة صحيح ما فيها لكل يوم نتحدث موضوع أخرى حتى لو تحكي موضوع العائلي مهم خدهم مشوار حكي محمد بالطريق صحيح يوم مش غلط إذا بروه على فيلم سأنا ما بحضر أنا في صدقائي أو أنا وزوجتي صح يوم بتغدى برة مش ضروري مطعم فيف ستارز يعني بأي محل نا لو بأخده على طرف هيك درايف بالسيارة درايف بالسيارة ساندوش شاور مبسيط بس هذا بغير حتى هم يصير تواصلك صح تواصل بالعائل العائلي بصير أحسن صح وهذا بيقلل ضغوطك لأنه واحدة من الضغوطات ضغوطات العائلة صح يعني الدكتور لا يمل لا يمل أبدا من حديثك الحقيقة وإحنا كتير استمتعنا بهالطاقة الإيجابية أيضا واللصائح اللي إن شاء الله يعني حتى إحنا نستفيد وكل اللي أكيد بيتابعوا دنيا يدنيا يستفيدوا شكرا لوجودك معنا ومنحب دائما تكون معنا بفقرات تتاني أهلا وسهلا شكرا لك